بعد مرور عام على تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في الصين رسمياً، لا يزال الغموض يلف حقيقة نشأة الفيروس الذي نجم عن الإصابة به حتى الآن وفاة نحو مليوني شخص في العالم بحسب الأرقام المعلنة. في الحادي عشر من كانول الثاني العام الماضي، بدأت ملامح الأزمة تتبلور عندما أعلنت بكين تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا لرجل لا يزال اسمه مجهولاً حتى الآن، كان يتردد باستمرار على أحد أسواق مدينة وهان، وعلى الرغم من ظهور الوباء في نهاية عام 2019 في ذلك السوق، غير أنه يصعب الجزم بالقول إنه مهد الفيروس. وبحسب علماء الأوبئة في جامعة جورشتاون الأمريكية، فأن الفيروسات تحتاج إلى وقت طويل لتتحول بدرجة تتيح لها التفشية بسرعة كبيرة، معربين عن تخوفهم من أن تكون آثار فيروسية طموست أو نقلت في خضم فاضى وهان في مطلع عام 2020. وما يزيد هذه الموضلة تعقيداً هو محاولة السلطات الصينية مدفوعة بحرصها على التنصل من أي مسؤولية الترويج لفرضية عن دخول الفيروس إلى الصين من الخارج. كما عاقت بكين في اللحظات الأخيرة، مهمة فريق من منظمة الصحة العالمية كان يفترض وصوله إلى الصين قبل أيام قليلة. مبررة ذلك بالقول إنها لتزال تتفاوض مع المنظمة بشأن سير المهمة. وأمام هذه التحديات لمعرفة أصل الفيروس، تتزايد حدة الوباء عالمياً، لا سيما بعد ظهور سلالة جديدة بدأت في بريطانيا، التي حضرت دول عديدة السفر معها. سلالة أسرع انتشاراً، أعادت خيار فرض الحجر العام إلى الواجهة في عدة بلدان، في محاولة لتفادي موجة جديدة من الجائحة. وفي الوقت الذي تتجه أعين البشرية إلى اللقاحات المضادة للفيروس، تدق منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، بعد تجاوز العديد من الدول الغنية برنامج كوفاكس، الذي أرسته المنظمة من أجل توزيع عادل للقاحات، عبر إبرام الدول الغنية اتفاقات ثنائية، مع شركات الأدوية على حساب الدول الفقيرة، في خطوة تزيد من قتامة المشهد، وتثير كثير من التساؤلات عن إمكانية عودة عالم خالي من الوباء خلال المدى القصير.